بإذن الله تعالى في مباراة قبل نهائي كاس مصر هدف من دون الأهداف نتمنى إن شاء الله الأهل يكون موفق فيه ويفوز بالوطولة اللي حيكون النهائي بتاعها يوم 5 ديزمبر بإذن الله تعالى ده فيما يتعلق مباراة الأمس والمباراة المقبلة في كاس مصر موقف المصابين وده أمر مهم جداً ويشغل بال كل الجمهير الأهلوية خلال الفترة الحالية فأنا هتكلم مع حضراتكم كده بالتفاصيل وأوضح لحضراتكم حالة لاعب لاعب من المصابين في صفوف الفريق خلال الفترة الحالية خليني ابتدي بمحمود عبد المنعم كهرباء كهرباء من 3 ديام كان عمل المسحة ومسحة 3 إيجابية نتمنى له ورب الشفاء العجل عنده فيروس كورونا إن شاء الله بإذن الله يشفى منها سريعاً خلال الساعات السابقة واليوم يعني 24 ساعة اللي فاته تحديداً كان الكلام على إن فيه مسحة جديدة عملت لكهرباء وتلعت برضه إيجابية خلينا أقول لحضراتكم إن الرسمي النتيجة الرسمية اللي هتكون بخصوص مسحة كهرباء هتكون بكرة هيعمل مسحة بإذن الله بكرة الصبح ونتجتها تطلع على طول وبإذن الله بإذن الله حالة اللاعب تعمله تحاليل وأشاعه وكل حاجة حالة مطمئنة جداً جداً وحالة جيدة جداً حالة محمود عبد المنعم كهرباء إن شاء الله بكرة نسمع خبر إن كهرباء تحولت نتيجة عينته من إيجابية لسلبية عشان ينضم لمعسكر الفريق بإذن الله تعالى اللي حيبتدي النهاردة وهتكلم برضه مع حضراتكم على برنامج الفريق الخاص باستعداداته لمبارات يوم الجمعة بإذن الله تعالى ده فيما يتعلق بكهرباء الأمور مطمئنة جداً جداً يعني طيب خلينا نروح نتكلم على صالح جمعة صالح جمعة برضه يعني من يومين تم الإعلان أنه عنده إصابة كورونا وبالتالي برضه حيكون لي مسحة بكرة هيتم من خلالها تأكد من مدى تحول العينة من إيجابية لسلبية وإن شاء الله بإذن الله نتمنى أن كل اللاعبين يلحقوا هذه المباراة أي حد مصاب بإذن الله يلحق المباراة بمختلف الإصابات يعني سواء بيروس كورونا أو إصابات عضلية تقريباً يعني معينة تكون خاصة باللعبين وهوضح برضه لحضراتكم باية اللاعبين المصابين سينا نروح لمحمد هاني محمد هاني الفترة اللي فاتت كان مع منتخم مصر زي ما حضراتكم عارفين المباراة الأولى أمام توجه كانت في القارة رجل تعرض لجزع في الرباط الخارجي للرجبة حالته جيدة جداً وأنا بطمن حضراتكم محمد هاني موجود في نهاية دوري أبطال أفريقيا بإذن الله تعالى ومن النهاردة هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جداً مع المجموعة في المعسكر المغلق الخاص بالفريق حالة محمد هاني مطمئنة جداً وموجود بإذن الله تعالى في مباراة يوم الجمعة نفس الحال بالنسبة للجونيور أجايم جونيور أجايم من يومين كده تحديداً يوم الأربع اللي فات كنت أنا موجود في التمرين يعني بالصدفة وكنت بتفرج على مران الفريق واستعداداته فمع نهاية المران أجايم حسب ألام في الكاحل فآخر تلات دقيقة في التأسيمة تقريباً فبالتالي تلع ما كملش التأسيمة حالته جيدة جداً النهاردة بنسبة كبيرة قوي قوي أجايم حيشارك في التدريبات أيضاً الجماعية بشكل طبيعي وأصبح لائق وجاهز للنهائي الأفريكي فده أيضاً خبر من دم الأخبار الجيدة اللي بتخص حالة المصابين ومدى جاهزيتهم لمباراة يوم الجمعة بإذن الله تعالى علي لطفي وموقفه علي لطفي كان تعرض لإصابة في الرجبة إصابة وسيطة الحمد لله يقدر أنه يكون جاهز خلال الفترة اللي جاية النهاردة سيكون عنده فحص طبي يتأكده من مدى الجهازية بناء على هذا الفحص سيتم تحديد مدى إمكانية مشاركته في التدريبات ولا لا بس بإذن الله ورده سيشارك في التدريبات الخاصة بحراس المرمى استعدادة للمبراءة النهائية طيب كتير بيسألوني على موضوع علي معلول موقف علي معلول خلاص موجود وحيتمرد النهاردة مع الفرقة بشكل طبيعي والأمور بالنسبة له جيدة والرجل كان شارك مع تونس في مبرتي تنزانيا وأدى بشكل جيد جدا ونسكت الآن شوية على علي معلول لأنه عنده يعني مناسبتين قبل كده قبل ما الأهلي يوصل لنهاية دورة أبطال أفريقيا كما تعرض لإصابة لكن المرة دي بإذن الله علي معلول جاهز بالنسبة 100% لدعم صفوف النادي الأهلي في هذه المبرأة دول إيه الإصابات اللي بتتعلق بالقايمة الأفريقية لنادي الأهلي عندنا حالتين تانين إصابة بفيروس كورونا اتنين عائدين من الأعار سواء محمد شريف أو أحمد ياسر ريان الاتنين عندهم إصابات بفيروس كورونا وتم الإعلان النهاردة بشكل رسمي على إصاباتهم سيتم عمل مسحة لاحقا لهم بإذن الله عشان نتطمن على مدى تحول العينة من إيجابية السلبية إن شاء الله نتمنى لهم السلامة والعودة سريعا وهم حيمشوا على البرتوكول الخاص بوزارة الصحة البرتوكول العلاجي وإن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين في العودة سريعا ده فيما يتعلق بالمصابين